في حين أنك بتلاقيه يهتم بنفسه بيصرف على نفسه ومنجه نفسه ومتع ذاته لكن لما زوجته أولاده يطلبوا منه حاجة يقول له ما جيب منين أنتم مش شايفين أن أنا مضغوط وعلي التزامات كتيرة وربنا سبحانه وتعالى وصنا ليونفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه أي اللي يحصل فليونفق مما أتاه الله لكن هو ما بيمشيش كده فربنا سبحانه وتعالى لما أعطاك ما أعطاكش عشان ده ليك أنت ده أعطاك لأنك وسيلة لإسعاد من حولك فأنت لما تصرف كده لازم تتقل الله في أهل بيتك وما تحرمهمش وما تخلهمش في حالة اضطراب وعشان كده من الأثار السلبية للتعامل مع الشخصية الدرامية ده أن شريك حياته يفقد الثقة فيه والأسوأ كمان أنه يفقد احترامه ليه وبيقل في نظره وتلاقي الزوجة بتقول للأسف من كتر كدبه عمال على بطال وإيه اللي يحصل وينتقل الأثر السيء ده كمان للأطفال ويتعلموا من أبوهم الكدب وعدم تحمل المسئولية يكذب ويهرب وممكن كمان الأطفال يشعروا بالرفض وإن والدهم مش بيحبهم لإنه طول الوقت بيبخل عليهم بمشاعر طب نعمل إيه في الورطة دي؟ دي ورطة صحيحة صعبة جوي الستة اللي عندها زوج بهذه الصفات الدرامي دوت الكذاب الملاوع هنعمل فيه إيه المخادع ده هنعمل فيه إيه؟ لابد من جلسة مخادع أول خطوة أول كده أول أول فتحة الكلام جلسة مصارحة بس جلسة مصارحة إيه؟ هدية جلسة مصارحة محبة مش جلسة مصارحة منتقمة ولا عدوه أحد أهم مشكلات الزوجات هو يبتكلم زوجها إن في بعض الأحيين عشان هي بتتوجع بيبان في كلامها كأنها بتنتقم فلازم الزوجة لما تيجي تتصرف تتصرف تصرف المريدة للإصلاح مش المنتقمة وهنا بقى ساعتها هيقدروا يحددوا لما يجلسوا الجلسة به ده يحددوا التحديات في علاقته بهدوء مع وعد بمساعدة الزوجة لزوجها ومساعدة بعض عشان يتجاوزوا الأمر ده يبقى قاعدة فيها الصفات دي قاعدة هذه القاعدة إيه؟ هدية قاعدة ود قاعدة مسندة ومساعدة للخروج من الأسف دي أوصف القاعدة تاني حاجة نجدول المسؤوليات بتاعتنا احنا مش هنهرب من المسؤوليات بس عن جدولها يعني اللي احنا طلبينه ده بدل ما عنا نطلبه الشهر ده هنطلبه على ثلاثة شهر وتعالى بقى نقعد ونجدول إيه؟ الحاجة اللي علينا بدل يا سيدي ما احنا طلبين منك ان انت تقعد معنا ساعتين قعد معنا نصف ساعة الصبح ونصف ساعة بالليل قعد يا سيدي نصف ساعة بس في يوم الأجازة عوضنا بساعة في الأجازة يبقى عندنا عن عوض يا سيدي نصفين ساعة فعوضنا يومين نجدول الحاجة مع مساعدة الزوجة ليه ان هو يستطيع ان هو يقدي المهام اللي في الجدولة دي يعني ايه اللي حاصل؟ تخلي النصف ساعة دي بمقدار ساعة فالأولاد يشبعوا يشبعوا محبة وهي تشبع محبة طب تعمل كده ازاي؟ ان هي تكون عاملة بنامج للنصف ساعة دي يعني النصف ساعة لما تيجي تبقى متخططة لان هي مش منتظر ان واحد بخيل هيجي يديكم في النصف ساعة كل حاجة لكن النصف ساعة دي محتاجة ايه؟ محتاجة واحد يكون مخططة تالت حاجة لازم نستشير المتخصصين بقى لو الكذب وصل لمرحلة متقدمة غير قابل للسيطرة يعني في حاجة اسمعها انا بسميها ادمان الكذب ساعات ادمان الكذب بيخلي الواحد يكذب بدون ان يدري يعني يكذب لدرجة انه ساعات بيكذب كذب انا بسميه كذب المكعب يعني يكذب فيكذب فيكذب وده ما مقتضى الحديث كده يعني من ادمانه للكذب يكذب فييجي في الكذبة يروح يكذب فييجي في الكذبة التانية يكذب فيبقى القصة كلها اكذيب فانت عشان توصل للحقيقة تحس ان انت دخت فإن اللي حاصل؟ فبعض الاحيين دي الواحد ما بيعرفش حلامه لوحده فالكذب فيه ادمان زي ادمان المخدرات بالزبط فقد نحتاج فيه الى علاج والى تقويم والى تعديل سلوكي تعديل مفاهيم فيبقى نحتاج علاج معرفي سلوكي ساعة ما نحتاج العلاج المعرفي السلوكي ده يخحللنا اشياء كثيرة جدا جدا كمان احنا محتاجين في الخطوات اللي احنا بنعملها كمان ان احنا بشكل واضح لا نتمادى في سماع الدراما ولا نتمادى في التعامل مع الدراما يعني اول ما يتعامل يتعامل بدراما لا نبدي اهتمام يعني لما ييجي يقلب بقى ويطلع على المسرح ويعيط لا نبدي اهتمام وفي نفس الوقت لا نمارس الاحتقار يعني ما احتقرهوش فيحس بان الدراما دي مالهاش فايدة يعني لما ييجي بقى يبتدي يهول يبتسام عادية زي اي حاجة بسمعها في الراديو او اي حاجة انا مش مهتمة بيها فما سمعش الكلام ده لكن في نفس الوقت بقولوش ايوة ايوة اقول الكلام اللي انت بتقوله ده لا ما تعملش كده هذي بتخلي المسائل هو على طول هيروح سايب الموضوع ويروح ماسك في هزي السخرية ويبقى المسألة ان انت ما بتحترموش فلا مش هنعمل كده